تتحول الجزائر من موقع إلى موقع في ظرف عالمي استثنائي يعيد تشكيل التحالفات ورسم التكتلات في فترة لا تتعدى العقدين استطاعت الصين بالفعل صحب البساط من تحت أقدام فرنسا في الجزائر وباتت تحتل الصدارة كأول شريك تجاري فمنذ تولي الرئيس عبد المجيد تابون الحكم بدأ التحول الهادئ في توجهات الجزائر الخارجية هذا التحول يفسره مراقبون بأنه نتاج تطورات فرضتها وطيرة الأحداث الدولية بينما يربطه أخرون بمقيل إنه معاقبة فرنسا على أخطاء عدة ارتكبتها في الماضي بحق الجزائريين حتى عام 2012 كانت فرنسا القوى المهيمين الأولى ومع مرور الزمن انتزعت الصين هذه المكانة بمشاريع ضخمة ولم يعد التعاون بين الجزائر والصين مقتصر على الجانب الاقتصادي وحسب بل تعداه إلى تعاون أمني وعسكري وليس أدل على ذلك من اقتناء الجزائر أول سفينة تدريب حربية وطردات وطائرات مسيرة وأنظمة حربية صينية أيضا وامتلاك الجزائر بالإضافة لذلك احتياطات نقدية وتخلصها من ديونها الخارجية يرى مراقبون أن قرارها بات نوعا ما مستقلا وسياديا وأن هذا الوضع المريح يمكنها من تنويع الشركات والخروج من عباءات فرنسا والغرب دون مخاطر خاصة وأن المحللين يرون أيضا أن ما جعل فرنسا تخسر حضوطها لدى الجزائر هو سياستها المبنية على الهيمنة ترجمة نانسي قنقر